ليس فقط للمرة الأولى منذ بدء هذا التصعيد للمرة الأولى في التاريخ يطلق صاروخ من لبنان يصل إلى وسط إسرائيل وبالتالي القراءة الإسرائيلية لهذا الأمر بأن أولا هناك عدة رسائل متضمنة في هذا الإطلاق نوعية الذخيرة والوجهة وما إلى ذلك بمعنى صاروخ باليستي متوسط المدى قديم نسبيا أطلق اتجاه القواعد الأمنية الإسرائيلية في جليلوت قربة الأبيب وجرع اعتراضه بواسطة مقلاع داود من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية الفهم الإسرائيلي لهذا الموضوع بأنه رسالة مفادها بأن حزب الله يمكن له أن يدخل كامل إسرائيل إلى مدى السواريخ وأنه اختار أن يفعل ذلك حاليا بصاروخ باليستي واحد في هذا الإطار كمؤشر على أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في العمق اللبناني سيقابل ربما بمعادلة جديدة وهي استهداف وسط إسرائيل وربما ما بعد ذلك